نبدأ نشرتنا بقرار هيئة النقل البري رفع أجور النقل العام بنسبة 10% اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل ويشمل القرار حفلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط حيث يبلغ حجم أسطول النقل العام 6953 واسطة نقل بحسب بيانات الهيئة مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي قال في تصريحات صحفية إن تأخر الهيئة في إصدار القرار جاء نتيجة تغير بعض البنود التي تؤثر على نسبة التعديل التي تعتمدها الهيئة وأوضح أن القرار رفع الأجور جاء بعد دراسة الهيئة أثر التغيرات في أسعار المشتقات النفطية ومعدلات التضخم التي ساهمت في تحمل المشغلين أعباء ارتفاع الكلفة تشغيلية وانخفاض الإيراد